وللحديث أكثر عن اليوم العالمي للمهاجرين ووضع العراقيين سواء في المهجر أو في مخيمات النزوح ينضم إلينا عبر سكايد من إسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي لحقوق والحريات عادل الخزاعي أهلا بك سيد عادل يعني يبدو أن الرقم 18 له ذكرى سيئة مع العراقيين ففي اليوم الثامن عشر من كانون الأول والذي يوافق اليوم الدولي للهجرة يوافق هذا العام كذلك مرور 18 عاما على احتلال بغداد السؤال هنا سيد عادل كيف أثر هذا الحدث على حالة الهجرة واللجوء ومن ثم النزوح في العراق نعم تحية طيبة لكم والمتابعين الكرام حقيقة قضية الهجرة كقضية إنسانية في غاية الخطورة هي أزمة حقيقية بدأت منذ احتلال العراق وسنوات العنف الطائفي وسياسة الحكومات المتعاقبة ما بعد الاحتلال حقيقة سياسات ظالمة القضية مستمرة قضية الهجرة واللجوء والنزوح مستمرة إلى يوم النهاية هناك الملايين من المهاجرين توزعوا في بلدان اللجوء المحيطة في العراق أو في أورطا وأمريكا منذ احتلال العراق حقيقة عاني الكثير من العراقيين من السياسات ظالمة طائفية حروب اعتقالات سجون اغتيال كفاءات إلى آخره هذا كله دفع إلى الشباب إلى الهجرة والسفر كارج العراق حقيقة الكثير من العراقيين أصبح يفكر أن العراق للأسف دولة غير صالحة للعيش بسبب كل ما ذكرناه أضف إلى ذلك المهجرين العراقيين داخل العراق هم أصلا في مأساة بالتالي الهجرة إلى خارج العراق حقيقة أصبحت فيار الكثير للأسف في ظل نفس تكرار السياسات في الواقع سيد عادل بعد ثمانية عشر عاما من الاحتلال ومع زعم الولايات المتحدة الأمريكية باستقرار العراق وفرض الديمقراطية لماذا برأيك تزداد أعداد اللاجئين والمهاجرين العراقيين والتي وصل عدد طلبات اللجوء خلال العام الجاري إلى أربعين ألف طلب عراقي قدمت لمؤسسات أممية ودولية نعم من الواضح إن ترجمت أوضاع ما بعد حقيقة ثورة تشرين المباركة يجسد حالة النفور بين السلطة والشعب هناك فجوة حقيقية وعدم ثقة حقيقة بين الحكومة والشعب هناك أضف إلى ذلك الكثير الكثير من النشطاء وأصحاب الرأي الحر تعرضوا إلى تهديدات بالقتل والاعتقال أو التصفية في الناصرية في النجف في البصرة في بغداد حقيقة هناك تهديد واضح مما دفع بهؤلاء الشباب إلى الهجرة إلى الخارج إذن لا يطبق حقيقة القانون في العراق إلا على الضعافة كثير من المسائل حساد إداري المحسوبية تسلط الميليشيات أحزاب السلطة المتسلطة أيضا على الشعب العراقي كل هذه عوامل هجرة من العراق نعم إلى سؤال آخر سيد عادل يعني خلال الأشهر القليلة الماضية حوالي سبعة آلاف عراقي يعني اتجهوا إلى بيلاروسيا بغرض طلب اللجوء يعني السؤال هنا لماذا يصر اللاجئون العراقيون على التدفق باتجاه بيلاروسيا رغم علمهم أن رحلتهم محفوفة بالكثير من المخاطر الحقيقة الهجرة من بيلاروسيا هي طرق جديدة بعد سبل طرق تركيا اليونان توجه الكثير من المهاجرين إلى بيلاروسيا لسهولة الدخول إلى هذا البلد وأيضا طرقه الجغرافي من أوروبا كطاريخ جديد للهجرة الكثير من العراقيين أكثر الآن بين الحجود البيلاروسية والولندي حقيقة هناك الكثير من العراقيين أكثر من أربعة ألاف إلى خمسة ألاف لا زالوا عالقين بين هذه الحدود أوضاعهم حقيقة جدا سيئة هناك عوائل أطفال هناك مشنين في هذا البرد القارس بدون أي شق يؤمن الكثير منهم حتى رغم أن محاولة الحكومة إعادة هؤلاء اللاجئين الكثير منهم يرقب رغم ما يعيشه من صعوبات وبرد تارس والفلوج وكل الطعام إلا أن الكثير منهم حتى يرفض العودة سيد عادل الآن إلى حال النازحين من العراقيين داخل العراق باعتقادك هل حالهم أفضل من حال اللاجئين وهنا نتحدث عن النازحين في مختلف المخيمات مع توجه الحكومة إلى إغلاق الكثير منها؟ نعم حقيقة أزمة النازحين والمهجرين بسرا هي أزمة إنسانية أخرى النازحون هم أيضا في واقع قاسي وغير إنساني إهمال حكومة ضعف أداء الحكومة غياب للخطط عدم الجدية لإرجاء هؤلاء النازحين إلى ديارهم بيع وشراء والتجارة بمعاناتهم حقيقة استغلال وجودهم كنازحين للفساد الإداري حقيقة تشابه الأوضاع بين النازح والمهادر كلاهما نزحت نتيجة سياسة واحدة من 18 عام العراقيون حقيقة يعانون في النزح وفي اللجوء وفي النفي إلى الخارج العراقيون حقيقة جميعهم متضررون من هذه السياسات هذه المآسي جميعا توزعت على العراقيين حقيقة أزمتي اللجوء والهجرة اللجوء والهجرة والنزوح هذين ملفين تقينين يعني تتحملهما حقيقة قوات الاحتلال الأمريكي التي جاءت بهذه القومة المسبب الأول وتوابعه من حكومة الاحتلال وأحزاب السلطة وميليشياتهم والحكومة العراقية حقيقة كلهم هؤلاء يتحملون المسؤولية الكاملة لما يحدث في العراق الآن من إسطنبول كنت معنا أبرس كايب المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر